السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً عاد اليوم من أبهى الجمال ما شاء الله اليوم ودي أتكلم يا جماعة الخير لا تحسب أن الواحد يعني رقم واحد في كل مكان صح الوزير في مكتبه رقم واحد لكن إذا حضر في المسجد رقم يمكن خمسين حضر عند القبيلة رقم يمكن ستعاش ولا لا ولذلك يا جماعة الخير قد تكون ناجحاً وممهراً في دكان لكن لن تكون ذلك الناجح بشركة لن تكون ذلك الناجح مع زملاك لن تكون ناجحاً في القبيلة ولذلك يا جماعة الخير لا حد يحسب أن اللي ناجح في مكانه أنه في كل مكان يتوقع أن يكون في نفس النجاح لا لا تتوقع أن هذا الشيء وتتحطمون وتقولون أنه وفلان خلاص ما بعد ولا لا 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 أنت مبدع في مكان قد لا تجد هذا النجاح في أماكن أخرى بكثير جداً ولذلك يا جماعة الخير حاول تتعلم المهارات حاول تتعلم أين تجد نفسك وجدت نفسك في الشركات وجدت نفسك في الإدارة وجدت نفسك العسكرية وجدت نفسك في الكورة وجدت نفسك في الطاقة تقوضح كل مسارح وجدت نفسك في الفكاهة وجدت نفسك في لعب الكورة وجدت نفسك مع الفرقة الاجتماعية وجدت نفسك مع الفرقة التطوعية كل واحد فيها أجزاء كبيرة من النجاح في مواقع محددة قد لا يراها الآخر وأن يراها هو نفسه وأنك يجب عليه وجوباً وأن يطور نفسه ويطور مهاراته هو أكبر واحد يعرف نفسه إذا أنت ما تعرف نفسك دائما أنا إذا قابلت باحد يقول له إيش الشي اللي تقدر تعطي فيه دورة يتحطمون كثير يقول ما يبقى إيه اللي تقدر تعطي فيه دورة أنت مبدع فيه قال ذلك كثير مثلا أنا أشتغل في ست حاجات سبع لما يقول لي أعطي دورة أعطي دورة فيه ما أحب بعدين دور رقم كنين بعدين دور رقم ثلاثة بعدين دور رقم أربعة بعدين دورة وهكذا لأني تدربت وتمرست رو أنا ما يعني تدربت كثير جدا عشان أصل المرحلة اللي أنا فيها لأنه وقد أكون وصلت خمسين في المئة من الهدف اللي أبغى أصله لكني ما أحب أني ظهر نفسي في وسائل الإعلام مهرج عشان أجيب شوية مهرجين ولا شمبانزي عشان أجيب شوية كرود ولا أتعرى عشان أجيب شوية ناس عراه لا أنا أقول للعقل يستطيع أن يتفاهم مع العقول والثقافة تتواصل مع الثقافة والثبات لها والأصل لها شوف كتير من اللي يطلع في وسائل التواصل المهرجين انتهى زمن التحريج بدأ زمن الثقافة زمن الثقة هؤلاء من يقود المجتمع هؤلاء من يقود الفكر هؤلاء من يقود الناس إلى الخير هؤلاء من يقودهم إلى الجنة هؤلاء من يبعدهم على النار ولذلك مهما كثر الغثى فثق أن اللي عنده مبادئ ثقافية اجتماعية دينية عالية مهما ذهب الناس سيعدون مرة أخرى لأنه يعرفون أنه صادق وذلك قد تنجح في مكان لا تتوقع أن تنجح في مكان أخرى فلا تتحطم